أشهد مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في آسيا والمحيط الهادئ أندريكا رتواتي بالشراكة والدعم الكبير الذي تقدمه دولة الكويت حكومة وشعبا مشيرا إلى أنها تمثل نموذجا للتضامن الدولي المطلوب لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الهائلة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر وقال رتواتي الذي يقوم بزيارة إلى البلاد تستمر يومين في مؤتمر صحفي اليوم إن المفوضية تتمتع بشراكة استراتيجية امتدت لسنوات طويلة مع الكويت التي لعبت دورا رياديا في دعم الجهود الإنسانية عالميا تمثل مهمة المكتب الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ تابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تشجيع الشراكة مع المنظمات الخيرية النشطة ما يضمن إدارة فعالة لتقديم المساعدة وتوصيلها بشكل آمن كان هذا فحوى زيارة المدير الإقليمي لمنطقة آسيا إلى دولة الكويت هناك ثلاث نقاط مهمة يجب النظر إليها في تلك الزيارة أولا كيف نجمع الموارد لدعم ملايين اللاجئين في المناطق المنكوبة وثانيا التأكد من إظهار المجتمع الدولي متكاتفا في المواقف الصعبة مثالا على ذلك أفغانستان وثالثا التأكد من دعم الشركاء في المجال الإنساني آمنين حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة بطريقة فعالة نحن ممتنون لجهود الكويت ومؤسساته الزيارة من قبل المكتب الإقليمي شملت العديد من الجمعيات الخيرية للاطلاع على الجهود الحثيثة التي تبذلها لمساعدة الدول المنكوبة خاصة للاجئين الروهينغا المجتمع الكويتي مجتمع خير جدا وعطول صباق يعني كلما تشوفوا حيالنا مشكلة بالعالم تلاقي فزاعات صارت من الكويت لكل مساعدة العالم وهذه الجمعيات هم تعاون معنا بأكثر من المجال ببنجلادش تحديدا للروهينغا اللاجئين الروهينغا صار التعاون فايد بخلال سنة فوق ال500 ألف شخص من الروهينغا يعني غاليا نص الروهينغا الموجودين في بنجلادش يستفدوا بمساعدات مباشرة من الجمعيات الخيرية الكويتي بالذات وضع الروهينغا في بنجلادش وأيضا تصليط الضوء كما تعلمين هلأ الوضع في أفغانستان على وضع اللاجئين والنازحين داخليا في دولة أفغانستان كانت الحمد لله زيارة ناجحة من خلال التشاور مع شركاءنا من الجمعيات تبعى الحكومة في حكومة دولة الكويت كما أكد المدير الإقليمي خلال المؤتمر الصحفي على أهمية رفع وعي المجتمع لمواجهة الأزمات وضرورة إيجاد آلية مناسبة لإصال المساعدات إلى أفغانستان مروم حرام تلفزيون دولة الكويت